ومن المزالق والعثرات سرعة التصدر قبل النضج وهذا خطرٌ عظيم هذا خطرٌ عظيمٌ والمقصود بالتصدر يعني التصدر في أمرين في التعليم والإفتاء ليس في الدعوة لا الدعوة ما فيها تصدر الدعوة يجوز للداعية أن يدعو لما يعلم ولو في مسألة وحدة لكن مصدرة التصدر في التعليم أن تتربَّ على الكرسي تعلم الناس أو تتصدر في الإفتاء قبل أن تنضج علمياً هذا لا يجوز وقد شدَّد السلف رحمهم الله تعالى في ذلك أشدَّ التشديد ولذلك قال الإمام الثوري رحمه الله من حدَّث أي بالحديث قبل أن يُحتاج إليه ذلَّ لأن الناس سوف يزهدون فيما عنده وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله كنا إذا رأينا الشاب يتكلم في المجالس قبل حينه أيسنا من فلاحه أيسنا منه هذا تعجل فالعجل الذي بتدمر مستقبله العجل الذي سوف تدمر علمياً وتدمر سمعة أمام الناس لا تنزل للناس إلا مليان أقصد في التعليم والإفتاء وقال الإمام الصعلوكي رحمه الله من تصدَّر نسمع على هذه الكلمة الجميلة من تصدَّر قبل أوانه فقد تصدَّى لهوانه من تصدَّر قبل أوانه فقد تصدَّى لهوانه يعني في مثلنا الدارج كأنه أوصل نفسه إلى منطقة سيُذبح فيها بنفسه وقال الإمام الشافعي رحمه الله إذا تصدَّر الحدث فقد فقد خيرًا كثيرًا أو قال فقد حُرِم خيرًا كثيرًا لما لأنه إذا تصدَّر أمام الناس فتصدَّره سيحرمه من حضور الحلقات الأخرى لأنه يرى من نفسه أنه أنه صار أهلاً للعطاء لا للأخذي وقال الإمام مالك رحمه الله ما أفتيتُ حتى شهد لي سبعون من أهل المدينة أني أهلٌ لذلك ما أفتيتُ حتى شهد لي سبعون من أهل المدينة أني أهلٌ لذلك